خلينا أبدأ معاك من منتخب مصر وقبل ما نروح لوراعة أمم أفريقيا خلينا نتطمن على الشكل والمضمون شفت مباراة زنبيا إزاي وهي مكاسب منتخب مصر وتقييمك لأداء منتخب مصر في المباراة دي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية احنا داخلين على زي ما حرمتوا معارك الفترة الجاية وكلها حاسمة يعني كلها تبقى مصرية بالنسبة لمصر سواء لندل أهلية أو منتخب مصر الطبيعي جدا أن أنت تعمل مصرات ودية ما ننساش في الاعتبار أن زنبيا سنة 2013 كانت واضة كاس الأمم فرقة مش هينة وفرقة مش ضعيفة لكن احنا نبص نفسنا احنا المصرات الودية بتتعمل عشان الأخطاء نشوف إيه السورات الموجودة عندنا سيبك من نتيجة أنا عايز تقييم للأداء أنا داخل في الأداء بس أنا أجيب من الأول عشان نبقى في التركيب هم أخذوا أمم أفريقيا 2013 وإحنا خدناها 10 أو 8 أو 6 فبالتالي احنا نتكلم على تاريخ كبير لا أنا أقضي أن مستوى الفرقة مش ضعيف يعني أقضي اختيار الاختيار نفسه اختيار صحيح هو حتى كمان لما جاب فرقة من شمال أفريقيا جاب فرقة شارسة جيب بناها الجزائر يعني مش جاب مثلا تونس واحد من أقوى منتخبات أفريقيا طبعا فأنا أقضي أن الاختيارات موفقة فيها طبعا من حيث القوة من حيث القوة قوة والندية أنا شايف لو ماتش زنبيا كانت مباراة كانت شيقة منتخب مصر أدى فيها بشكل كويس الخطوط كانت متقربة بشكل كويس لكن احنا وجهت نظر الشخصية أن احنا كان عندنا مشكلة في التحضير الكتير اللي في نص الملعب ويمكن ده نتيجة النمط سلاسي الملعب طارق وفتحي والنني على أساس أن الراجل لو طارق حمد هو اللي رتاكز رقم 6 عنده النني وعنده فتحي أنت شايف التركيبة بتاعت نص ملعب مصر إزاي؟ يعني في ناس كتير جدا مستغربة أنه التلاتة يبدأوا جنب بعض لأنه التلاتة ممكن بشكل كبير يكون طريقة لعبهم استايلهم تقريبا نفس بروفاير متقارب هتحتاجهم لو في ماتشات قوية هتحتاج تلاتة يفيلوا نص ملعب خد بالك في ماتشات بنحتاجها أنت تتفل نص ملعب لأم الزمبيا؟ لأم الزمبيا هو بيجرب وبيعمل تجربة وبيعمل تجربة بدليل أنه بعد ذلك دخل زيزو في نص الملعب ولو كان موجود إمام ربنا يا ربي يشفيه ورجعه بالسلامة كنت هتلاقي إمام وزيزو الاثنين في نص الملعب الاثنين يفرقوا جدا مع المهاجم مع الاطراف هتعمل شكل أفضل من كده بكتير لكن هو ممكن يكون طبعا الرجل في دماغه كذا سيناريو وكذا سيستم بلساش أنت هتلاقي بغانا ها هجيلك في المجموعات خلينا أسألك السؤال الجنرال يعني السؤال اللي يعني نقوله بعكا نقول مين الحداشر اللي في مصر اللي جابتن سعيد يراهن عليهم من هما الوفاقين وفت وفي الملعب جنب بعض يروح يجيبوا كاس أمام أفريقيا ويجوا عندنا الحداشر دول ولا ما عندناش؟ والله لا عندنا مين الحداشر اللي كابتن سعيد؟ ربنا طبعا يوفق الشناوي عندنا عمر كمال وعندنا هاني عندنا لا أحطي الحداشر الحداشر أحط عمر كمال أحط عبد المنام أحط ياسر أحط فتوح أحط إنني أو طارق واحد فيهم عشور لو لاحق يا رب يبقى موجود إن شاء الله في كلام يبقى موجود بأمر الله ولو لاحب كده هتبقى مجاسة لكن هتبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى حاجة إيجابية لنا يلعب إمام وزيزو وتريزيجيه ومحمد صلاح وحط بقى أي فرود ممكن شايفين دي تشكيلة المثالية لمنتخب مصر إيه الحاجات اللي قلقتك من أداء المنتخب في ماتشو زنبي؟ هو اللي يقلق إن أنت تحتفظ بالكورة كتير سلبي إن إحنا أنت بتعمل شكل كويس بس التحضير سلبي كتير لكن إنت بتحضر لأنه إحنا بنقول كل مدير فني وليه شغل الراجل أنا شايف إنه هو بيعتمد بالطريقة الأولى إنه هو يعمل عملية التحضير أو البلد جاب عنده أكثر من مخرج للهجمة لكن هو عايز يعمل زحمة في نص الملعب ويمكن ده عشان التنويع في المباراة يعني أنا عندنا حتى المجموعة لما حدرتك هتصردها هتلاقي الفرق مختلفة ففي فرق هتتطر أنت تهاجم بشكل كويس هتطر تلعب بتفندر واحد بس في ماتشاط هتطر تلعب بتلت ديفندرات أساساً عشان لما هتستكشف بقى الفرق أو تشوف نتيجة المباراة وصير المباراة والوقت نفسه فالموضوع كبير من السهل يعني أنا عشان تجارب دي بنعيشها مع حتى مع فرق أقل شوية لكن انت بتعود مثلاً قبل الماتش كل ماتش ليه حساباته حسب قوة المنافس وحسب إمكانياته خاصة مثلاً حمد حضرتك عارف أن أفريقيا كلما تكلمنا فيها حضرتك من فترة ما بقاش فيه فريق دلوقات السهل كل الفرقة في أفريقيا دلوقات المعظمها بتلاقي 11 لعيب أساسي والقاعدة برح تياطي محترفين فما فيش دلوقات تقدر فرقة تقيمة تقول إنها وحشة أو كويسة يعني تصفيات منتخب مصر في كاس العالم تصفيات صعبة من وجهة نظرك أنا شايفها صعبة شايفها صعبة وأنا أولا أنا ما استسهلش أي حاجة سيبك من أنا ما استسهلش ونأدي كل حاجة حقها واحترام المنافس صحيح لازم تمام طبعاً متفقين طبعاً يعني ما فيش ما إحنا أو إثيوبيا هي مش كذبتنا في تصفيات أم أفريقيا وكان يعني واحدة من نتاج اللي مش متوقع اللي مش متوقع لكن في النهاية كل شيء وقارد في كورة القدم وبصرف النظر على اسمه ومنافس أنت تنزل تلعب لعبك وتنزل تدي كل 90 ديئة أقصى ما عندك بصرف النظر عامين لكن في النهاية نسبياً أعتقد أنها تصفيات مية يعني تمام مية إن شاء الله هي مية إن شاء الله يفهد أنه مستر ري فيتوريا في جيب الشاكت عنده كده من جوة فيه تذكارت نحنا كلنا مطمئنين لكن إن شاء الله كورة بالذات ما فاش يعني غدار زباب نعم